السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة نجيب لكم فكرة سهلة وسريعة جدا نعمل بها فطير بسرعة قوي هنعمل احلى واجمل فطير صحية من غير دقيق من غير شفان من غير ناشويات مناسبة لكل انواع الدايت والكيتو والقرب والمرضى السكري كمان طريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها بسيطة وطعمها جميل جدا يلا بينا نشوف طريقة العمل المكونات معانا بسيطة جدا هحتاج في الوصفة كوب من الفصولية دي فصولية خضرة اي انا بحطها في الفريزر وبطلعها وقت ما اكون عايزة ممكن طبعا تستعمل الفصولية اللي هي الفصولية الطازة وكمان معايا في الوصفة 3 بيضات حجمها صغير وكمان معايا 3 معالق كبار زبادي يوناني بالنسبة للكيتو ممكن استعمال الزبادي العادية بالنسبة للضايت العادي ومعانا كمان طحينة ضيط حينة خام انا بعملها في البيت طريقة تحضيرها سهلة جدا نحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصفة وكمان معايا معلقة كبيرة من دقة الزاتر وكمان معلقة كبيرة من حبة البرقة وده اختياري ممكن تحطوه او لا زي ما انتوا عايزين بيكنج باودر وملح فلفل اسود بابريكا بودرة توم بودرة بصل وكمان معايا كمون وكسبرة نشفة وكمان معايا خلق ابيض البهارات طبعا حسب الرغبة مش لازم تحطوه البهارات دي كلها المتاح عندكم استعمله هنبدأ بعد الوقت بالطريقة على طول اول حاجة هنجيب الكبه وممكن نستعمل الخلاط هنحط اول حاجة الفصولية الخضرة وبعد كده هنضيف عليها الزبادي اليوناني بمعيار معلقة الطعام ثلاث معالق كبار ده بالنسبة الكيتو دايت ممكن نبدلها للضايت العادي ممكن نحط زبادي عادية وبالنسبة الكيتو كمان ممكن نبدل الزبادي اليوناني لو مش موجودة ممكن تحطو اشطا او تحطو لبنة هنحط بقى دلوقتي البهارات اول حاجة كده هنحط رشة بسيطة من الفلفل الاسود وكمان رشة بسيطة من بودرة التوم وكمان رشة بسيطة من بودرة البصل يعني هنحط من كل حاجة كده تقريبا يعني ربع معلقة صغيرة وهنحط كمان دلوقتي البابريكا والكمون والكسبرة الناشفة من كل حاجة كده رشة بسيطة تقريبا ربع معلقة صغيرة المتاح عندكم من البهارات دي حطوها مش لازم ان انتو تحط الحاجات دي كلها وهنضيف كمان دلوقتي الملح انا خطيت تقريبا معلقة لربع من الملح وهنضيف كمان البيكنج باودر هنحط برضو معيار المعلقة الصغيرة اللي هي معلقة الشاي نص معلقة صغيرة وبعدين هنضيف كمان الخل الخل هنا علشان ما نحسش بزفارة البيض وعلشان يخلي معانا الفطير هشة هنحط تقريبا معلقة صغيرة ودلوقتي بقى هنشغل الكبة لغاية لما الحاجات دي تتفرم مع بعض نعم وبعدين هنضيف الطحينة وكمان حبة البرقة ودقة الزعتر بعد ما الخليط تتفرم معانا بالشكل ده هنحط بعد الوقتي وده اختياري معلقة كبيرة من دقة الزعتر معلقة كبيرة من حبة البرقة هتدي طعم حلو قوي وبعد كده هنضيف الطحينة هنحط بمعيار معلقة الطعام اربع معالق كبار من الطحينة والطحينة جماعة مفيش منها اي مشكلة حتى الضيط العادي ممكن يأكل منها بكميات بسيطة يعني احنا هنعمل كمية كبيرة من الفطاير فعادي حتى للضيط العادي ان هو يأكل من الفطاير دي هتبقى حلوة جدا وصحية دلوقتي بعد ما حطيت اربع معالق كبار من الطحينة هنشغل تاني كبة مجرد بس ان هما يختلطوا مع بعض وخلاص كده الخليط بتاع الفطاير بيكون جاهز معانا بيكون معانا الخليط بالشكل ده سائل كده انا مكهزة معايا زجاجة مية بيكون معانا بالشكل ده هيبقى سهلة خالص ان احنا نستعملها عشان نعمل الفطاير فتح الغطة بتاعها من فوق كده وهنجيب بقى دلوقتي اي حاجة كده ان احنا نصب بجوه الازازة او الزجاجة يعني هنحط بقى الخليط بيكون معانا القوام بالشكل ده خلاص كده بقى بيكون جاهز معانا الخليط طبعا هنعمله على اكتر من مرة بس استعمال الزجاجة هيسهل علينا خالص ان احنا نعمل الفطاير في الطاصة دلوقتي بعد ما حطيت الخليط كده يلا بينا بقى نجهز احلى واجمل فطاير صحية بالفصلية هنقفل بقى دلوقتي الازازة كده وانا معايا الحشوة هنا بقى على مزاكه زي ما انتوا عايزين معايا جبنا موزارلة معايا كمان شريح من الزتون الاخضر ومعايا طماطم وفلفل اخضر طبعا ممكن تحطوا اي حاجة انتوا عايزينها انا بدأت بقى دلوقتي بالوصفة طبعا عشان ما ياخدش وقت كتير في الفيديو فانا جهزت الاول كده 3 فطاير هوريكو ازاي نعملها بمنتهى السهولة هنجيب طاصة طبعا طاصة غير لصقة ونحط اي مادة دهنية مناسبة للضيت بتاعكو انا حطيت مسحة بسيطة من زيت الزتون وبعد كده حطيت شوية من الخليط كده وبعدين طبعا انا مخليها النار نار هادي خالص هنحط بعد الوقت الحشوة شوية بسيط من الفلفل الاخضر والطماطم والزتون وكمية بسيطة من الجبنة المتزرلة وهنسيبها بقى على نار هادي لغاية لما تتحرك في الطاصة وتستوى من الطبقة اللي تحت بعد كده هنحركها كده في الطاصة وهنعمل فطيرة تانية بنفس الطريقة كده هنحط دلوقتي كمية من الخليط ونحط برضو الحشوة على كفكو زي ما انتوا عايزين هنحط طماطم فلفل اخضر وكمان زيتون اخضر وشوية من الجبنة المتزرلة لو عندكم لحمة او فراخ او تونة زي ما انتوا عايزين خلاص كده الفطيرة الاولى تقريبا بدأت انها تستوي هنحركها برضو كده في الطاصة عشان نعمل فطيرة كمان هي مش بتاخد وقت ابدا ميزة الطريقة دي ان احنا بنعمل اكتر من فطيرة في وقت واحد طبعا هي الطاصة معمول فيها مسحة من زيت الزتون هنحط برضو الخليط بنفس الطريقة كده وتحط الحشوة على كفكو شايفين مفيش لا اسهل ولا اسرع من كده وفي الوقت ده خلاص اول واحدة من الفطير اللي احنا عملناها في الاول كده خلاص استوات معانا هنشلها بقى دلوقتي بالراحة كده اخدوا بالكو هي ماشاء الله متماسكة وجميلة جدا هنحطها بقى دلوقتي على الطبق وهنشوف كده الفطير اول ما تسيب معانا الطاصة يبقى هي كده خلاص استوات مش بتحتاجوا ابدا ان انت تقلبوها على الناحية التانية هي بتستويه كويس اوي لو لسه سبتة في الطاصة ما تحاولش تقلبوها لازم تسيب الطاصة خالص وهعمل برضو كمية تانية بنفس الطريقة كده لغاية لما نخلص المقدار كله شايفين ماشاء الله مش بتاخد وقت ابدا سهلة وسهلات التحضير وتعملوها في ثواني وخلاص كده استوات معانا اول ما تسيب الطاصة بالشكل ده يبقى هي كده خلاص استوات هنشلها بعد الوقتي ونحطها كده على طبق وهنكمل بعد الوقتي باقي الكمية بنفس الطريقة لغاية لما نخلص الكمية كلها وخلاص كده انا خلصت الكمية كلها ادتنا 11 واحدة من الفطير حجمها متوسط لذيذة ومشبعة جدا انا هعمل بعد الوقتي خطوة وده اختياري بس يا بصراحة هتدي طعم وريحة حلوة قوي وكمان شكل جميل هياخد الطبق ده وحطه تحت شوية الفرن لمجرد بس ان هو يتحمر معانا كده ويطلع معانا شكله جميل زي ما احنا شايفين كده شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا رحيتها تحفى وتفتح النفس وكمان طعمها لذيذ اوهية اساسا كاملة مش محتاجة ناخد معا حاجة طعمها لذيذ وان شاء الله هتعجبك قوي ودي بتكون معانا المقادير اللي انا استعملتها في الوصفة بالزبط ان شاء الله هتعجبكو وهتعملوها كتير قوي وانا زي انتاتة زي انبسيط كده حطيت عليها ورقة من البقدونس بصراحة يا جماعة هي جميلة جدا تتاكل حاف مش محتاجة معاها اي حاجة خالص هنشوف بقى دلوقتي واحدة كده من الفطاير شايفين ما شاء الله جميلة جدا ومتمسكة والجبنة المتزرلة بتمط كده وصخنة وسيحة وجميلة قوي بصراحة تفتح النفس وان شاء الله طعمها هيعجبكو جدا جربوا الوصفة وان شاء الله هتعملوها كتير جدا وان شاء الله هترجعوا تكتبولي في التهليقات ان هي عجبتكو قوي وكده قدمت ليكو احلى واجمل فطاير بطريقة سهلة واجديدة وجميلة جدا مناسبة لكل انواع الدايت والكيتو دايت واللوقارب والمرضى السكري ومقاومة الانسلين وحساسية الجلوتين ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وبالف هانا وعافية اشتركوا في القناة